اشتركوا في القناة والدين رايحة جائية في الكنيسة هناك بين مؤيد ومعارض خلينا نقول برضو الموازنة الموازنة صوت عليها بالأغلبية ونحن اليوم خلينا نقول في الطريق هل انتوا تعتبروا حالكم اليوم في الاتلاف الحكومي انكم في الطريق الصحيح طبعا احنا بدينا في مسار جديد في مسار شائك وعر من اجل اهداف سامية جدا من اجل خدمة مجتمعنا واعطاء اجوبة لاحتياجات مجتمعنا الحارقة كان في محطة مركزية في هاي السيرورة اللي كانت في الايام الاخيرة وهي اقرار الميزانية طبعا احنا منتطلع على اقرار الميزانية كمحطة اللي فيها نقطة انطلاق نحو تطبيق هاي الميزانية على ارض الواقع احنا بنعرف الكم الكبير من التحديات اللي ممكن يكون قدام هاي الميزانيات ونعمل جاهدين بشطة طرق لتذليل هاي الحواجز والتحديات واخراج كل الميزانيات ان شاء الله لحيز التنفيذ في الاون الاخيرة احنا شفنا انه عضو الكنيستي من الخطيب طبعا حطب غير سادس او سابع او ثامن لتنفيذ اكبر عدد ممكن من النقاط اللي حطتها في الاجندة وقت ما رجعت على الكنيست منها شغلة العاملين والعاملات الاجتماعيين يعني انهوا دراستهم في الخارج مثل اردن مثل الضفة الغربية ليه هالقدئ الدولي بتصعب عليهم برغم انه اسرائيل طبعا خلينا نكون معترفي في هاي الجامعة تعالي نقول شغلتين الشغلة الاولى انه فعلا فيه نقص في العمال الاجتماعيين والعاملات الاجتماعيات في البلاد فيه عندنا نقص بحوالي ستمائة ملاك من ناحية ثانية ستمائية اي في البلاد كلها في البلاد كلياتها من ناحية ثانية حتى فيه عمال الاجتماعيين اللي خلصوا داخل البلاد وما بدهم يشتغلوا في الموضوع والاسباب واضحة لقلنا كلنا لانه ظروف عمل عمال الاجتماعيين صعب جدا والاشي الاشي الاهم بالنسبة للطلاب اللي اتعلموا خارج البلاد يعني بعد جلسات طويلة ومكثفة مع الكادر المهني في وزارة الرفاه ومع الوزير يتضح انه لما هاي الجامعات اخذت اعتراف كان مفروض انها تمشي على منهاج معين اللي حسبوا اخذوا الاعتراف ولكن مشكلة ولكن في مشكلة في موضوع التطبيقات انا بدي اقول كمان شغلي هون يعني انا اتفهم الوضع اللي عايشين فيه العمال وعاملات الاجتماعيات ولكن من ناحية ثانية انا ايضا اتفهم ما يقوله مدراء مكاتب الخدمات الاجتماعية في المجتمع العربي اللي بيدعوا انه الدرجة او مستوى التأهيل اللي بيجوا فيه هذولا الخرجين والخرجات لا يتناسب مع احتياجات العمل الاجتماعي فمن هذا المحل يعني انه هناك خلينا نقول فيه تناقض ما بين خلينا نقول الخرجين وبين المدراء اللي هم في مجتمعنا مش نص التناقض فيه فجوات تعنقول في المستوى اللي بيصلوا لإله للعمل انا لان عاملة اجتماعية بعرف فيه اهمية كبيرة بالذات مش للمواضيع النظرية مع انها مهمة ولكن هناك اهمية كبيرة جدا بالنسبة للتطبيق وهذا الموضوع على ما يبدو بعد فيه حاجة لإله عند خرجين البلاد عشان هيك بعد مدولات كثير كبيرة في الموضوع القرار كان بما انه فيه نقص في العمال الاجتماعيين وبما انه فيه عمال الاجتماعيين اللي هن تخرجوا بعد ما اخذوا الاعتراف ولا غادرين يسجلوا في سجل العمال الاجتماعيين رح تنعطى لإلهن الإمكانية أنه يكونوا مسجلين كعمال اجتماعيين يشتغلوا في أعمال اللي هي مش علاجية ولكن في الخدمة الاجتماعية جماهرية شو يعني خلينا نقول مش عامل اجتماعي كامل متكامل لا في طلع بالعمل الاجتماعي في عدة درجات يعني أنا بقول أصعبها وأعلاها هي العمل العلاجي العمل العلاجي يحتاج يعني لمهارات عالية جدا وتجربة خاصة وتجربة وتطبيق فعشان هيك الحل أنه هني يفوتوا على دائرة العمل من ناحا بيكتسبوا خبرة طب ليه لكم هنديم معلش بس أكمل بالضبط ما هو هذا اللي رح يكون هني رح يكونوا في العمل رح يرافقهم رح ياخدوا استكمال ورح يرافقهم كمان مرشدين وبنفس الوقت رح يكون عندهم مدخول فهذا يعني هو الحل اللي كان أمثل أو أحسن إشي أنه ينعطى في هاي الفترة بما أنك أنت كنت عاملة اجتماعية لسنوات طويلة جدا وعندك خبرة خلينا نكون ليه العامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي في الدول المظلومين من ناحية معاشات طلع لا يخفى على أحد أنه كل المواضيع اللي هي مواضيع نسائية زي التمريض زي التربية والتعليم زي الخدمة الاجتماعية هي في سلم يعني الأدنى من ناحية الأجور وفيه كمان إشي اللي هو للأسف كمان سياسي يعني إحنا منشوف وين فيه جمهور هدف اللي إلو تأثير كبير بيكون فيه إمكانية أن يكون فيه إلو مكاني ومكان فهذول الناس اللي هن يعني رواد المكاتب الخدمات الاجتماعية اللي هن بحاجة للخدمة الاجتماعية هن وناس مستضعفين فهن بيصفهمهمشين وعشان هيك أنا كمان دوري إن أحط هذا الموضوع على الطاولة من أجل تحسين مكانة العمال الاجتماعيين وأيضا إعطاء الإمكانية بخدمات يعني مناسبة كمان لجمهور هل هم اليوم داخل الخطة اللي وضعها الدكتور مصور عباس للموازنة خاصة في المجتمع العربي إحنا في مداولات يعني إيش اللي لازم ينعمل وشو إمكانيات إنه إحنا من خلال الخطة ندعم ولكن أنا أنظر إنه هذا موضوع يعني يخص دولي كدولي لأنه إحنا منحكي يعني عن موظفين اللي هن بيخدموا كل الناس فمش مفروض كمان يعني كل التقصير اللي دولي على عشرات السنين راكمته اليوم نيجي نحطه بس على الخطة الخماسية تبعت المسلم على العرب صحيح طيب إحنا خليني برضو أسألك أهمية أقسام أشخاص للاجتماعية في المجالس المحلي للحد خليني نقول برضو من العنف والجريمة لأنه هي خليني نقول مكتب مهم جدا يعني احتواء خليني نقول الشاب اللي عمره 14 أو 15 سنة من دخوله لجيل الخطر هل ممكن برضو إدخال هاي طبعا هل يقول هذا الإطار من ضمن مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي في مليار شكل اللي رح يخصصوا لمواضيع اللي هي علاجية مش علاجية يعني رفاهية تربوية والمقصود هي برامج اللي تعطى من خلال مؤسسات التربوية ومن خلال مكاتب الخدمات الاجتماعية فإحنا يعني على ثقة تامة أنه كمان الضوائق والضغوطات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية اللي بعيشها أبناء وبنات مجتمعنا يعني تؤدي فيهن في حالات كثيرة للأسف لدائرة العنف ولساحة العنف دعم مكانة المرأة الستة مان خطيب استطعت مثلا أنه أنت خليها نقول تقتلع عشرة مليون هيك لمسألة المستشارات طبعا في مختلف المجالات هل مازالت برضو المرأة تأخذ حيز كبير في الأجندة لعضو الكنيسة مان خطيب أنا يعني بصدق بقول أنه إذا إحنا علينا من مكانة النساء في مجتمعنا وعطيناه الإمكانيات مجتمعنا كله بيكون بخير القضية ليست قضية يعني تحيز لجهة معينة ولكن لا أحد ينكر أنه مجتمعنا زي كثير مجتمعات يهمش النساء في عدة دوائر ومن هذا المكان يعني لما كان عندي الإمكانية أن أختار بأي محل بدي أوظف هاي المصاري أو هاي المبالغ أنا اخترت أن هتوظف في تمكين النساء داخل بلداتنا العربية أنه يكونوا نساء قياديات مؤثرات في المجتمع المحلي بأخذوا مسئولية على حياتهم وعلى حيات المحيطين فيهم يعني أنا أحلم باليوم اللي فعلا وظيفة المستشارة لشؤون المرأة في المجلس المحلي أو في البلدية تكون وظيفة عليها أول إشي يكون في إلها ملاك مع أجرة مع معايير لاختيار من يقوم في هذه الوظيفة وساعتها منقدر بالفعل أنه ننهض بمجتمعنا مش بس في النساء نتشك تشوفي رئيسة بلدية أو رئيسة مجلس أنا يعني مشروعي كان أنه يكون عندنا في انتخابات الـ 2018 رئيسة بلدية أو رئيسة مجلس محلي وأنا ما زلت يعني أأمل يعني بأنه هذا الحلم يتحقق مش عشان مكانة رئيس المجلس أو رئيس المجلس وإنما للفكرة اللي من وراء وجود امرأة في رئاسة مجلس محلي كل ياتنا منعرف كيف الانتخابات بتكون وعلى أي خلفيات حتى لو كان الشخص مناسب يعني جدا ولكن إحنا منروح مندور على ناس اللي وراهين عدد صوات على ناس اللي جايين من خلفيات معينة فأنا بدي نصل لليوم اللي مجتمعنا يختار رئيسة مجلس محلي لقدراتها ولإمكانياتها في خدمة مجتمعها فقط عنا في الدين الحنيف في الدين الإسلامي الحنيف فساد البيت من فساد المرأة وصلاح البيت من صلاح المرأة عشان هيك أنا بقول أنه إحنا يعني إذا صلحت المرأة صلح البيت وصلح المجتمع وصلح المجتمع عشان هيك لازم نعطي الفرصة لصلاح مجتمعاتنا طيب خلينا نرجع لمسألة مكافحة الجريم والعنف أنت راضي ست إيمان حتى الآن عما تكونه الشرطة من خلينا نقول من جم السلاح القبض على خلينا نقول أصابات إجرام راضي يعني أنت شعري أنه في عمل ما في المجتمع العربي أو أنا راضي لا أنا مش راضي لأنه إحنا بعدنا بعاد عن المحل اللي نتوخى بعدنا بعاد عن تحقيق الهدف اللي بدنا إياه بعد عمليات القتل موجودة بعد العنف موجود في شوارعنا بعد كثير شغلات اللي إحنا مش راضيين عليها في هذا المجال ولكن أنا يعني للإنصاف بقدر أقول كلمة أنه إحنا يعني بالفترة الأخيرة منشوف اهتمام أكبر ومنشوف نتائج ملموسة أكثر من قبل الشرطة طبعا هي لا تكفي ولكن برضو بدنا نشجعهم يعني على الاستمرار بهذا الاتجاه خلينا نقول بينكم وبين بعض لما أنتم بتقعدوا في المؤحدة وبتدرسوا خلينا نقول الخطة اللي وضحها نائب وزير الأمن الداخلي وفي سيجالوفيش وإحنا شايفينه أنا بصراحة استضفته لنائب الوزير وأنا شفت مدى اهتمامه في موضوع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي يعني عنده اهتمام بديش أكون مبالغ فيه ولكن اهتمام لا يقدر طبعا لا حدود له بينكم وبين بعض تقولوا أنه فعلا هاي الحكومة جاي يتعالج هاي الآفة في مجتمعنا طلع تحديدا بمعين كنتوا جزءوا منها تحديدا للشخص اللي هو نائب سيجولوفيش يعني أنا كنت في الدورة السابقة أشوفه يعني ما كان يقطع ولا أي جلسة من جلسات لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي وكنت أحس قديش هو يعني ملتزم للفكرة برغم أنه مرة اللي فاتت كان في المعارضة طبعا هو جاي كمان من مجال الشرطة ومكافحة العنف وعنده خبرة احنا يعني بدنا نتأمل وبدنا نضغط أنه يوظف كل هاي الخبرة اللي موجودة عنده من أجل يعني تغيير هذا الواقع لواقع أفضل بدنا نعمل اللي علينا وننتظر ونشوف النتائج يعني ما منقدر نحكم مسبقا ولكن يعني تعا نقول في مستوى النواية أنا أصدق يعني أنه النائب سيغلوفيتش معني بهذا الحل هو قالك شغلة مش بس عشان المجتمع العربي لأنه هو بعرف وهن كمان اليوم يعني الأغلبية بعرفوا من النواب اليهود أنه هذا يعني مصلحة للمجتمع الإسرائيلي مش بس للمجتمع العربي لأنه الموضوع لن يقف عند المجتمع العربي اليوم إحنا منشوف برضو أنه لما خصصوا مبلغ 2.5 مليار شكل لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي أنتوا في الموحدة ما هلأ بناء برضو محطات شرطة داخل القرى العربية؟ طلع يعني أنا بكون بجلسات وبسمع رؤساء المجالس إيش طلبهن وإيش شكواهن وأنه ما فيش محطة شرطة والبوليس بيجي متأخر ولأنه بعاد ولأنه ما فيش كادر ولأنه ما فيش ملكات ولأنه لأنه ومن ناحية ثانية بتطلع يعني في الرأي العام بتقول أنه إحنا ضد محطات الشرطة أنا قلت يعني كمان قبل محطة الشرطة هي مش مش الأهم ولكن الأهم هو قيامها بدورها فالقضية مش وجودة يعني تواجد شرطة في بلدي معينة ما مش هلكتب ما أعطى يعني المحصيات الإحصائيات اللي كانت قبل ما أعطت مؤشر أنه فعلا يعني لحد تعنقول قبل أشهر ما أعطت أنه كان في تحسن بالعكس حتى كان في محلات اللي فيها مظبوط زاد عمليات القتل وزاد عمليات ولكن إحنا بدنا يعني شو بقوله لما بتنحط خطط بدك تحاسب كمان على هاي الخطط في النهاي وإذا الشرطة ادعائها كل الوقت إنه إحنا ما عنا الإمكانيات الكافية اليوم بطل في عندهم حج كنت مع إدخال الشباك مثلا في التحقيق في جرائم القتل اللي اللي بتصير طلعا قضية الشباك هي قضية وعرة جدا يعني ومجرد ذكر المصطلح يعني بيثير فينا الكثير الكثير من المخاوف تجربتنا مع الشباك صعبة ماشي بس أنا دحيطك علم ولا مرة تطلع الشباك ما تطلعش من هنا مظبوط هناك من يقول إنه بعد وموجود برضو فوضاة المعارف طبعا يعني بعين نحن نعرف إنهن موجودين عشان هيك يعني فيه إشي تنقل فيه تناقضات بالموضوع من ناحا يعني الكل بقول طب ما هن موجودين بمجتمعنا من ناحا سنقول لا بدنا شيئا هن يفوت عمجتمعنا طب ما هن بالحقيقة موجودين صحيح فكمان مرة يعني إحنا هون في سيرورات عمالها بس إذا بيساعدوا الشرطة إذا بيكون في نتيجة بيكونوا فعالين أكثر يعني لما بيصير مثلا في حالات معينة بقوله إياهن يعني قبضوا على المجربين بسرعة يعني وإحنا ما بهمنا يستعملوا كل الآليات وكل الأدوات المهم يحدوا من هذه الظاهرة ولكن أنا بخاف كمان مرة يعني من حالة الإنفلات إذا بتنعطى لأجهز الشباك إحنا يعني تجربتنا معهن آسي كثير بهذا المحل فمن هذا المحل لازم يكون فيه يعني كمان تحديد وربط الأمور يعني بطريقة كبيرة جدا من أجل عدم الإنزلاق في المحلات اللي ممكن ترجع علينا أنا من كلامك أخذت كلمة إنفلات قلت إنفلات تعالي وارجيكي هالإنفلات اللي حدث فقط قبل أيام فضلي إشي محزن جدا إطلاق نار داخل مستشفى أو في محيط مستشفى ما بين عائلتين في مستشفى مبارح مش قبل أيام تعقيمك على هاي الأحداث اللي فعلا أحكي لك يا أمور مخجلة هاي هاي الكلمة يعني الوضع كثير كثير مخجل ومن زمان مقلق ويعني أنا عن جد ما فيه كلام ينقال يعني بهذا المحل وهون منرجع منقول وين تربيتنا وين أخلاقنا وين احترامنا لذاتنا ولغيرنا المستشفى هو مؤسسة إنسانية اللي مفروض يعني يعطى فيها خدمات فيها من كل الحالات يعني تخيل أنت يعني هاي هذا العنف اللي كان كان ممكن كمان يؤدي يعني لحالات قتل يعني وأكيد أرهب ناس معينين إلى موجودين داخل المستشفى فأنا يعني أناشد حالي ومجتمعي وكل الناس الكبار والصغار نتق الله في أنفسنا يعني تستنكي هذا العمل؟ طبعا طبعا هذا عمل مرفوض مشين لا يليق لا بأخلاقنا ولا بديننا ولا بمجتمعنا ولا بطموحاتنا ولا بأهدافنا ولا بشعاراتنا طيب خلينا في النقب طبعا الزيارات الأخيرة اللي قام فيها الدكتور مصور عباس هو طبعا من القائم العربي الموحدة للقرى اللي وأخيرا حازت على اعتراف الدولة في كينونتها شعرت من الناس اللي هم مبسوطين هناك ولا بكلك في ناس بتقول لا هذا اعتراف مبطم أهالي القرى مبسوطين أهالي القرى بيقولوا إحنا اللي منوكل العصي إحنا اللي موجودين بالنار إحنا اللي موجودين تحت البرد وتحت الشتاء وإحنا اللي بدنا نقرر إيش يكون لإلنا وأنا بدي أتأمل أنه هذا القرار يكون فتحة خير لتطور هاي القرى شو متقول لمنتقدين لمنتقدين طريقة الاعتراف حسب ما بيدعوه أنا بقول لهم تعالوا جيبوا أشياء أفضل وتعالوا عيشوا بداخل هاي القرى وبعدين احكوا أشياء ثانية نعم الوضع كويس داخل العربية الموحدة الحمد لله رب العالمين ما فيه خلافات لا خلافات ما فيه فيه اختلافات في وجهة الرأي في وجهة اللظر ممكن في مواضيع معينة محددة جدا ممكن يكون فيه اختلاف اللي هو وليد لحظة ولكن في المبدأ في النهش في السيرورة احنا باتفاق دام طيب رديتوا على الاتلاف أنا بعتقد الاتلاف الحكومي اليوم رايح يعاقب النائب مازل غنايم على عدم تصويته في الفترة أو تصويته وتمرير قانون اللي طرحته المعارضة وبسببه مر القانون فيه هناك طبعا الاتلاف الحكومي رايح يعاقب النائب مازل غنايم هل رايحين تتعطبوا تأثربوا على هاي يعني عامة ما سمعت أشياء خاصة فلما تكون الأشياء أكيد رح يكون فيه لنا ما يقال في الموضوع طيب فيه مجال نفتح مستشفى بساخنين؟ فيه مجال فيه أرض فيه؟ بالوضع الحالي أنت بنت عرابي أنت بنت عرابي وعار في المنطقة قولاتها أنا بنت عرابي وبنت منطقة البطوف وأنا بعرف أنه فيه حاجة أنه يكون بالمنطقة مستشفى ولكن بموازاة هاي المعرفة أنا بعرف أنه فيه حاجة لتخطيط فيه حاجة لقرار حكومي فيه حاجة لموارد وميزانيات فإذا ما منستوفي هاي الشروط اقتراح المستشفى كاقتراح قانون بالوقت اللي أنت مش مجهز لا ميزاني ولا أرض ولا تخطيط ولا أياتها مورد ثاني فهذا يعني ليه يعني أي من عود جاء بالقانون هيك يعني مجرد أنه بدي أحرج الموحد يعني مستشفى وهمي فلن يقول هذا القانون لما مر واضح أنا بدي أطلع من الحالة الخاصة وبيدي أحكي على الحالة العامة لا يخفى على أحد أن المشتركة بتشوف في نهج الموحدة نهج خاطئ بتشوف في هذا النهج كمان على الأقل إحنا هيك شاعرين نوع من تحدي للنهج اللي هي مشيته على مدار سنوات وهذا الواضع بخليها تتصرف بطريقة ثانية واضح هني بيقولوا إنه هني بدهن يفشلوا الموحدة في النهج تبعها هني بيقولوا إنه بدهن يفشلوا بدهن يسقطوا الحكومة إحنا يعنينا إنه هذا النهج ينجح يعني حتى في تكاتفهم مع الليكود وبين كفير ظهر إنه آه ظهر إنه آه لأنه يعني أنا ما بدي أفوت بالنواية أنا بدي أطلع يعني على الواقع لما بين كفير وسموتريتش وليكود كولياتو بيوقف وبيقول يعني إنه آه لازم مستشفى بسخنين أنا بدي أسألهن يجاوبوا حالهن وين كان الليكود وسموتريتش وكل اليمين 12 سنة لما كانوا هني مش في الحكومة كان هني الحكومة وبيقدروا يأخذوا كل القرارات وينفذوها ليش ما أعطوا هاي الإمكانيات لسخنين والعرابي ولدير حنة ولكل مجتمعنا العربي فإحنا بنعرف وإحنا سمعناها من دابيد بيتان ومن بن كفير ومن أحانا إنه كل هاي المسرحيات أنا بسميها هي فقط لإحراج الموحدة ولإسقاط الحكومة وبتنحرجوا بالرغم أنكم موجودين في الكلام لا القصة مش قضية صار عندكم إحراج لما النائب مازن غنائي من العربي الموحدة صوت مع القرار أنتم حرشتوا في حينه تعال نقول أنا هيك بدأ ألخصها بشغلة بسيطة أن شعوريا فيه إشي مش مريح فيه إشي مش حلو فيه إشي صعب عقلانيا هذا هو الطريق الصح ما فيش حل ثاني إحنا اليوم ببداية مسار وسيرورة اللي حطينا خطة اجتماعية اقتصادية لمجتمعنا العربي بدنا نعطيها الإمكانية هي ولدت هاي الخطة ولدت موجودة اليوم فيها قرار بدنا نعطيها الإمكانية إنها تعيش وتسير بشكل طبيعي وتحقق المرجو منها فهذا ما يوجهنا طيب هل هناك خلينا نقول أنا اللي بعرفه سياسيا في قطيعة ما بين ما بين الموحدة وما بين المشتركة حتى يعني اتفاقات خلينا نقول على على أبسط الأمور يعني على مشروع قانون معين اللي يخص المجتمع العربي لا الموحدة بتستشير المشتركة ولا المشتركة بتستشير الموحدة طب ليه ما تعملوا خلاص ارجع المياه إلى ما جاريها تعيش مشتركة تعتنقوا قليل نتفك قوانين تمر عن طريق الاتلاف أفضل من القوانين اللي تمر عن طريق المعارضة حاولت تقنعوهم إنه هذا هو النهج الصحيح أنا شخصيا يعني ما كنت في هاي السيرورات ولكن أنا بعرف على الأقل من الحديث اللي يدار إنه فيه محاولات ولكن لغاية الآن يعني كل الاتفاق بده طرفين يعني عفوا مثل كهرباة الطيبية وكهرباة الأستاذ يريد طه يعني ما يعني كل واحد بشد على طرفه والخاسر الأكبر بس فيه فرق أخي حكمات بين إنك أنت تجيب قانونه وأنت عارف مسبقا إنه رح يفشل يعني اللعب السياسي في كل العالم الاقتلاف والحكومة بدهن يمشوا الإشي اللي بيجي عن طريقهن والمعارضة بدها تفشل الإشي اللي بيجي عن طريق الحكومة فيعني هاي هي اللعبة السياسية هي لعبة مستشفى ساخنين راح يمر في القراءة الثانية والثالثة ما بعرف ما عندي أجوبة أنا بدي أحلم وأشتغل إنه يكون فيه مستشفى عربي في هاي المنطقة أنا لسا أقول لك أنت بنت المنطقة أنت بنت عرابي وبتعرف المنطقة أنا سمعت من مسؤول في بلدية ساخنين قال ما لا يقل عن ثمانين بين ثمانين لمائة الدلم لازم يكون خلينا نقول وما فيش هناك أبوح ما فيه ما فيه يعني خلينا نقول إنه القانون أجعب في هيك مجرد إنه أنا بدي أجيب قانون ومشان أحرج مازل غنايم ما بدي أزيد بالكلام طبعا فيه قانون بديل حكي عنه الدكتور منصور طبعا إنه فيه منطقة ثانية محل ثاني اللي في إلها تخطيط وفي إلها خطة كتبة تنحطط مع مبادرين نأمل خيرا طيب المشتركة راح أجيب قانون جديد اللي هو بالنسبة لشارع ستة نعم إنه سافرت وإنت تأخرت بمنوع تدفع إنتوا شو تجيبين عكباله يعني رحيتقيدوا هذا القانون القصة مش علقباله أنا بحكي لك شخصي أنا يعني أعاني من شارع ستة الكل بعاني لا أنا باجي من الشمال كل الوحد يعني مرات إذا باجي وبرجع بنفس النهار بيكون عندي ست ساعات وسبع ساعات سفر وأنا بفكر أنه نوع من ظلم أنه هيك إشي يكون وأنا أعول على أنه قانون زي هذا أنا يعني فيه عندي مقترح قانون كمان من هالشكل ولكن فيه إشي اسمه انضباط اقتلافي من أجل مصلحة علية لمجتمعنا العربي هو موجود أنا يعني موجود واحد من المقترحات اللي أنا قدمتها بس بعد ما إجع عليها تصويت ولكن كما قلت يعني اللعبة السياسية كثير مرات ما بتكون عادلة أو بيكون فيه حاجة أنك تنتظر بمحطة معينة للمحطة الجاي بشرتيني معناته هيك وبشرت المواطنين يعني فيه بشرة من ست إيمان يعني أنا حكيت عن الموضوع كمان يعني فيه صحيح أنا ذاكرنيك حكيت من قبل يعني مش بس هاي المرة طيب فيه اقتراح هناك ست إيمان قصة الشاحنات الكبيرة وهي التي تعيق عملية السير في شارع ست مش بس الشاحنات الكبيرة وفي طرق أخرى وفي طرق أخرى لماذا لا يتبنى أحد أعضاء الكناسة ميكم هذا القانون في أوروبا موجود وفي معظم دول العالم موجود إنه من فوق عشر طون أو خمسة عشر طون مسموح إنها تسير على الخطوط هاي أو على الشوارع هاي من ساعة كده في الليل من ساعة كده للصبح مثلا ليه ما يكون قانون من هالنوع وبتريحوا الشارع منهم إن شاء الله إن شاء الله الجعان للخبز بفكرش بالكعك ماشي ماشي إن شاء الله بيكون عندنا الإمكانيات أنه نصل كمان لهاي المحلات بالأول تنوقف الطخبة بالمستشفيات وبعدين بنفكر بالأمور الأخرى وهي لطق الأهمية يعني صدقا إن شاء الله أنا فهمانك فادي فيش عنا كمان نص ساعة بدنا كمان نص ساعة فادي مع الست إيمان خلص خلينا نخلص ست إيمان شكرا لإيلك شكرا لإيلك يعطيك ألف عافية بهذا مشاهدين الكرام نأتينا لتادي الحلقة برنامج دول الكنيسة نشكر عضو الكنيسة إيمان خطيب يسين علامة اللقاء بكم في الأسبوع المقبلة شكرا لإلى اللقاء